إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغبومنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين يا رب لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين مرحبًا بكم وأنتم ترتعون في رياض الجنة وأسأل الله ذي المنَّة سبحانه الذي جمعنا بعد فريضة من فرائضه وفي بيتٍ من بيوته أن يجمعنا غدًا على أرائك جنته وأن يجعل البقرة وآل عمران تُظِلُّنا يوم أن يعرق الناس وأن يجعل القرآن العظيم يأتي غدًا نورًا يسعى بين أيدينا وبأيماننا اللهم آمين ومع سورةٍ من سور القرآن بعد أن ختمنا الحديث عن سورة المُطفِّفين ها نحنُ مع الإنفطار هذه السورة المكيَّة بإجماع العُلماء آياتُها قصيرة لكن المعاني غزيرة إنها تُؤكِّد على معنًا عظيمٍ عميق الحديثُ عن الجزاء يوم القيامة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفُجَّار لفي جحيم نتحدَّثُ بعد أن ذكر القرآن في هذه السورة أربع حوادث لا بد أن يقف المؤمن أمامها مُسبِّحًا للخالق سبحانه إنه يدعوك إلى أن تنظُر إلى السماء إذا انفطرت وإذا النجوم إذا انكدرت وإلى الجبال وإلى البحار إذا فُجِّرت وإلى القبور إذا بُعثرت هذا أيها الأحباب متى سيكون عند أمر الملك جل وعلا بانقطاع نظام الدنيا ورحيلها السماء ننظر إليها ونتمتَّع بالنظر إليها وقد جمَّلها الله بالنجوم إِنَّا زيَّنَّا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب هذه المصابيح هذا السقف المرفوع هذا الجمال الذي لا يغيب عنك ارفع رأسك تنظر الزُرقة جميلة تختلط بذاك الغمام وذاك السحو وتلك السحب فتسبِّح من رفع السقف المرفوع لكن لو قيل لك أن في السماء بُقع كل مسافة بها فُرجة وبها انفطار وإن توقَّع سقوط السماء على الأرض بين ساعةٍ واخرى والله ما هنأ وما تهنأ مؤمنٌ على العيش فوق الأرض كيف يتهنأ بالعيش والسقف الذي فوقه سيخر عليه لو أن سقف المسجد قيل لك أن مسجداً المهندسين يقولون سقوط السقف احتمال خمسين في المئة وبقاء خمسين في المئة ما يُصلي في المسجد هذا أحد ولو كانت عمارة ما يشتري أحد ولو كان بيت ما يسكنه أحد كيف أسكنوا وفوق سقف يُتقطِق ويَعِط أخشى أن يسجد أخشى أن يقع ولذلك طمأن الله أهل الدنيا السماء لا تزول ولا تنشق ولا تنفطر ما دامت الحياة على وجه الأرض مستمرة لكن إذا أراد الله للدنيا أن ترحل والآخرة أن تُقبل وأن يختم على أعمال العباد وأن يسوق كل العباد إليه سوقاً في صعيدٍ واحد وتدنُ الشمس ويكونون عراتًا حفاتًا بُهماً غُرلاً وهنا لا سماء لا سماء ستنفطر ولذا نبدأ مع هذه السورة وهذا أحبابي من اللفتة القرآنية الجميلة دائماً القرآن يأمرنا أن ننظر إلى السماء وأن ننظر إلى جميع ما على وجه الأرض من مظاهر قدرة الله أنت أضعف من جبل وأنت أضعف من موج بحر وأنت أضعف من نجم وأنت أضعف من سمك السماء سمك السماء خمسمائة مسيرة خمسمائة ميل خمسمائة سنة ما هذا السمك ثم ما بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة أخرى إنه العظيم سبحانه نبدأ مع قول الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وفي مقدمة هذه السورة أمرنا الله أن ننظر إلى آيتين فوقنا وآيتين معنا وتحتنا السماء إذا انفطرت وجمال السماء نجومها السماء ثم النجم ثم قال انظر إلى البحر ثم انظر إلى القبر إذا نظرين إلى السماء ونظرين إلى الأرض وليس هذا إقسام إنما إخبار فما أقسم الله بالسماء إذا انفطرت هنا أقسم في الانشقاق وهنا قال الله إذا السماء انفطرت وكيف تنفطر السماء الله جمل سماء الدنيا أننا إذا نظرنا عاد النظر خائبا كسيرا حسيرا لأنه لا يجد في السماء فطور انظر إلى السماء هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير جمال وبعضنا لو شاف ناطحة جمال ناطحة سحاب قال كيف بنوها مهندسين عباقرة يا أخي انظر للسماء الله يرحمه لديك انظر إلى الجبال انظر إلى هذا الجمال في الكون انظر والكون وهو صامت الكون صامت أحبابي لا والله الكون مهب صامت وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم هذا السقف المرفوع سيأتي إذا أراد الله العدى التنازلي لرحيل الدنيا هل يخاف المؤمن من رحيل الدنيا ما رأيكم نخاف الإنسان ما معنى رحيل الدنيا قرب لقاء الله ومن الذي يكره لقاء الله الذي أفسد والذي عليه في الدنيا شهود والذي غره بالله الكريم غره الكريم سبحانه هذا الغرور الشيطان غره وأمهله وزين له وسول له وأملى له وأفسد عليه أخرى فما أحد يريد أن يرحل من الخراب من العمار إلى الخراب ولذلك عندما قيل لأحد السلف لماذا نكره الموت والسلف يحبون الموت قال لأنهم أصلحوا أخراهم بإفساد دنياهم وأنتم أفسدتم أخراكم بإصلاح دنياكم فلا تريدون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب وأولئك يريدون أن ينتقلوا من الخراب إلى العمار فرق عظيم نعود إلى السماء السماء معاشر الأحباب ستمر قبل رحيلها بعدة مراحل المرحلة الأولى الإشتعال أنها ستشتعل وهذا الإشتعال ذكره الله في سورة في سورة الرحمن عندما وصف السماء بأنها وردة كالدهان كأنها وردة محمرة محترقة بداية بداية رحيل السماء إنه اشتعال لجميع الآفاق وتصور لو اشتعل السق لعلمت أن السق فسال لابد أن يسقط لكن بعد الاشتعال يأتي من الاشتعال دخان وبلا شك النار لا يعقبها بعد الاشتعال إلا أن يكون دخان إذن يأتي الدخان فيغش الكرة الأرضية كلها لأن السقف الذي كان يضلهم اشتعل فصار كالوردة كالدهان ثم بعد ذلك أتى الدخان تأتي المرحلة التي بعدها أن تتشقق الغمام تتشقق الغمام نعم تتشقق وتتفطر السماء إذا السماء انشقت وهنا يقول الله إذا السماء انفطرت والانفطار والانشقاق بمعنى واحد إن تصور انفطار السماء واشتعال السماء والدخان من السماء وهذه الشقوق الكبيرة في السماء يجعل الإنسان والله ترتعد فرائصه ويقول يا رب سلم سلم يا عظيم لا يا أخي الحبيب هذه دنيا وهذه سماء الدنيا ما عند ربي أعظم ولذلك قال الله في آخر هذه السورة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يا أخي انت شايف السماء إذا انفطرت أن هذه آية عظيمة إن يوم الدين أعظم وإن ما عند الله من عذاب ونعيم أعظم ليس هذا أعظم السماء هذه كلها يغطيها ملك من الملائكة لو فرد جناحا من أجنحته الله أكبر له لجبرائيل ستمائة جناح لو فرد جناحا لغطى ما بين المشرق والمغرب يدمر القرى قرى المؤتفكات قوم لوط عليه السلام بطرف جناحه أي عظمة في خلق هذا النبي المرسل عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم المرحلة بعد التشقق يوم أن تتشقق بعد ذلك تتباعد وينزل الملائكة تتنزل الملائكة مع هذه بعد تشقق السماء ثم يأتي بعد ذلك المرحلة المرحلة الرابعة وهي بعد أن يخلو منها كل خلق يوم تطوى السماء كطي استجل للكتب أين هذه السماوات أين ستذهب إنها بيمين الرحمن جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الأرض أين ذهبت قبضته جل وعلا قبضته والسماوات مطويات بيمينه لا بد أن تسبح ولا بد أن تخضع ولا بد أن تسجد ولا بد أن تنيب ولا بد أن تؤمن بيوم القيامة وبما فيه الإيمان باليوم الدين دون عمل هذا أيها الأحباب هذا إيمان المخلطين والإيمان الكاذب واحد يعمل للدنيا وإذا قلت له الموت قال الله نحن أموات أبناء أموات الله يغفر لموتانا بس لا أراك لا تعمل للآخرة أراك تعمل للدنيا أي إيمان باليوم الآخر وأنت لا تؤمن به إلا نظريا أتى القرآن المكي كسورة الانفطار وغيرها حتى تقرع القلوب بالقارعة وبالطامة وبالحاقة وبالصاخة حتى تستفيق القلوب السماء يقينا ستنفطر والسماوات جميعها ستطوى كطي السجل للكتاب وفي قراءة للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده نعود بعد ذلك إذا السماء انفطرت الآية الثانية التي تؤذن برحيل الدنيا وإذا النجوم انكدرت النجوم المصابيح التي جعلها الله زينة السماء نراها من بعيد جميلة ثريا الثريا في أي جهة من جهات الأرض الثريا شمال الأرض والسهيل يماني واليمن جنوبها جنوب الجزيرة فهذه الثريا وجميع المنظومة الشمسية والدب القطبي وغيرها من النجوم والأفلاك أصغر نجم غابر في الأفق لا نرى إلا بصيص نوره أكبر من الأرض بملايين المرات لا إله إلا الله هذه النجوم التي هي أكبر من الشمس والشمس أكبر من الأرض مليون ثلاثمائة ألف مرة يعني أن الذي على نجم من النجوم الغابرة لو نرى رأى الشمس رأىها رأى ستبوس وش الشمس هذه إذا إذا هو أكبر من الشمس بمئات الألوف إذا أكبر من الأرض بكم ومع ذلك يعلن الجبار الملك سبحانه أن النجوم ستنثر والنثر غالباً نثر الحب يكون من علو إلى سفل انتثار لاحظ انفراط عقد الكون الإنسان اللي مع السبحة إذا انقطع السبحة انقطع سلكها كم يبقى فيه من خرزه ولا وحده الله يزاك فيه صحيح جميعها ينقطع ولذلك إذا انعقد انقطع عقد نظام الكون السماء هذه النجوم كل في فلك يسبحون كل له مجاله كل له طريقه الآن لو قالوا إن نيزك حجر لو أنه سيصل إلى الأرض بسرعة آلاف الكيلومترات وسيقع في بقعة كذا يخاف أهلها ولا لا نيزك وبعض الأهل الأرض يقولون بعض علماء الفلك أن بعض النيازك عندما وقعت على الأرض هي أحد أسباب النجوم أسباب أسباب العيون عيون الماء التي إذا وقع أنبع الماء من جوف الماء الأرض من قوة سقوطه طيب ما رأيك إذا كان الكوكب كواكب سيختلط نظامها وستسير في عوج في طريق غير مستقيم سيحدث بينها ارتطام والارتطام هذا يسبب انفجار الكون رحيل الدنيا بأكملها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم وعنت الوجوه للحي القيوم عنت خضعت وينادي فلا يجيب جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إذن النجوم انتترت تبعثرت انفرط سلكها ونظامها القسم الذي بعده قال الله وإذا البحار فجرت وكيف يكون معاشر الأحباب تفجير البحار تفجير البحار هل الماء ينفجر أقوى انفجار في الكون انفجار الماء من المواد ولذلك إذا انفجر إذا تباعد جزيئات الماء هيدروجين وكسوجين إذا يحدث انفجار عجيب ولذلك السنامي عندما وقع صدع في قاع المحيط انفجر المحيط تغيرت معالم جزر جزر كانت متجهة للشماء صارت تتوجه للشرق والغرب من قوة الانفجار الانفجار هذا وضرب والماء عندما انفجر على السواحل ألغى حضارات على اليابسة والماء على كوكب الأرض يغرق ثلثيها كما قيل ثلاث وسبعين في المئة ثلاث وسبعين في المئة من كوكب الأرض ماء الله جل وعلا وهذه الآية في الأرض الله إذا أراد رحيل الدنيا فجر البحار كيف تفجيرها بعض أهل العلم قال أنه يلغي الحواجز بينها يلغي الحواجز فتختلط المياه أنهارها مع محيطاتها مع بحارها والعجيب سمون المحيط اللي أقرب لنا للمحيط العرب ما هو الهادي لماذا سموه الهادي لأنه أشرص المحيطات على كوكب الأرض وهو أخطرها وأكثرها دوامات وأكثرها أمواجا فسمي الهادي من باب أنهم يسمون الشيء بضده وبنقيضه من باب أن الله هديه لأنه إذا ما هدى كل من ولذلك حتى السفن الكبرى تتجنب مسارات في المحيط الهادي خوفا منه خوفا من الماء الماء الرقراق الذي جعل الله من كل شيء هو سبب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هذا البرزخ يزول يزول بل قيل لي وقرأت كما قرأتم أن في البحر أن في البحر عيون ماء عذبة وكان الغواصين أو كان القواصون قديما يعرفون العين في وسط المالح بماء ينبع من وسط وقاع البحر عينا معينا فيأتي بالقربة فيملأها ماء عذبا حلوا سبحان الله وهذا لا يختلط بالمالح وهناك مياه البحر الأسود إذا التقى مع بحر مرمرة وغيره لا يمتزجان حتى بعد فترة ويمتزجان معنى انفجرت البحار فجرت معناها زالت ما بينها تصور إذا الأرض ساكنة والبحار بينها البرزخ فمعنى انفجرت أي أنها تلاشت حواجزها المعنى الثاني من معاني وذا البحار فجرت أي أنها تنفجر عندما تتفكك جزيئاتها وتنتهي وتصير كالغاز وتطير فيبقى الأرض بلا ماء وجميع لماذا يبقى الأرض بلا ماء لأن الأرض قبل قيام الساعة ستمد مد وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ومما فيها الماء ألقت ما فيها وتخلت فتلقي الماء عنها ثم تستوي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لأنها زائدة على وجه الأرض كالماء ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا حتى يكون أديم الأرض أنه لا عوج فيه إذن يرحل الماء وقيل إن معنى إذا السماء إذا البحار فجرت معنى تفجيرها قاله بعض أهل العلم أن الماء يطغى وأن لما طغى الماء حملناكم هل الماء يطغى الطغيان هو زيادته عن الحد المسموح ولذلك الله جعل له مد جزر ولا علاقة بالقمر وغير ذلك فهذا المد والجزر بعض المدن بعيدة عن البحر خايفة من البحر لأنهم يقولون إذا مد لا حول ولا قوت إلا بالله ولا بد ينجزر وله حدود لكن الله قبل قيام الساعة يجعل كل البحور الدنيا تطغو على اليابسة فتغرق الأرض كلها وقد أراد الله للأرض أن يكون لها ذلك متى ذلك هيا شيخ بندر نعم عندما نصر الله التوحيد في الفلك الذي لم يكن يحمل إلا القليل من قوم نوح عليه الصلاة والسلام فجعل تفجر الماء العيون تفجرت والتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا إذن لا يوجد على وجه الأرض كان بقعة يابسة إلا الجودي عندما والجودي قيل أنه في قريب من تركيا إلى غير ذلك المراد أن كوكب الأرض غرق وقبل قيام الساعة سيغرق لكنه سيغرق لرحيل الدنيا كلها سترحل الدنيا بأكملها الخبر الرابع وإذا القبور بعثرت والقبور هي الأجداث هي الشق من الأرض والذي يحوي الإنسان بعد موته والعجيب أنه منذ آدم إلى الآن والناس يقبرون وبعض القبور قبر فيها أكثر من إنسان دون أن يعلم المقبور الثاني بالمقبور الأول وقد يشق أرض ويوضع فيها على أنها جبانة أي ليس بها أحد وهي قد حوت رفاة وعظام لأناس إذن فيأتي يوم تنتفظ الأرض والبعث راه اختلاق إذا القبور بعثرت وبعثرت قيل أنها مركبة من كلمتين بعث بعث وأثار أي بعث الأرض وإثارتها بعث إخراج وإثار حتى تخرج لا بد من من أن تخلط أجزاءها حتى يخرج كل أجزاء كل جزء من أجزائك حتى ولو أكله الأرض لا بد أن يعود وكما قلنا في درس ماضي أن الأرض تأكل كل شيء من أجسادنا إلا عجم الذنب آخر العصعص حبة كالقهوة تبقى الأرض عاجزة عن أكلها لأنها هي كالبقل حبة ستنبت أنت من جديد كما بدأنا أول خلق نعيده وهذا القسم أو هذا الخبر الأخير وهو الذي يفزع الإنسان أكثر لأن لو أن الإنسان إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعذنا والبعث هنا بعثرة ما في القبور وفي سورة العاديات قال وحص لما في الصدور أي أن الأصل في البعث هذا حتى تحص لما في قلبك من إيمان أو ما سواه إذن وبعثرة ما في القبور بعد ذلك قال الله جل وعلا علمت نفس أي عند البعثرة وعند تحريك الأرض وإخراج الأجداث ثم نفخ الروح وقيامهم لله وقال الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذا القيام لله رب العالمين هنا قال سبحانه قال علمت نفس ما قدمت وأخرت في تلك الساعة تعلم لكن السؤال هل ينفعك العلم حين بعثرت القبور الأسف لا ورقة الإجابة سحبت ما تستطيع تكتب لكنك لا بد أن تعلم لأن العليم الحكيم سبحانه عدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا بد أن يكون هناك محاسبة علمت من المراد بالنفس أهي نفس آدم أم من هي نفس الظالم نفس العاصي علمت نفس هذه نكرة في سياق الإثبات تشمل كل نفس أي علمت كل نفس من بني آدم لأنها هي الأمة الوحيدة من بني الإنسان والجان الإنسان والجان أمة معذبة أو منعمة لأنها أمة مكلفة حملت الأمانة لما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا فكان الحمل من الإنسان نعود فأقول علمت نفس كل نفس ما قدمت وأخرت ما الذي قدمته وما الذي أخرته قال بعض أهل العلم ما قدمت أي في أول حياتها وما أخرت في أواخر حياتها وعمرها وبعض الناس له ما شاء الله في بداية عمره عمل صالح وفي آخره عمل صالح والبعض في بداية عمره عمل سيء وختم ختاما حسنا في آخر عمره والبعض عياذا بالله العكس في شبابه ما أتقى منه وحاف القرآن ويصلي فلما كبر انتكس نسأل الله العافية والسلامة وهذا المعنى قاله بعض أهل العلم وقال مما يؤيده ما أول العمر وآخر العمر وغالبا آخر العمر عند أهل الإيمان أفضل لما حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة طبعا ما معنى أحد بلغ الأربعين لازلنا دونها جميعا وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه في القادم بعد الأربعين لأنه ممكن تبلغ أربعين ثانية وقد لا تبلغ أربعين ثانية وأصلح لي في ذريتي إني تبت ومن هنا هذا معنى ما قدمت أول العمر وأخرت في آخر العمر وبعض أهل العلم قال ما قدمت أي ما قدمت قبل موتها وما أخرت ما سوفت وتركت وكانت أعمالها أماني وكم واحد مننا يا حبابي يقدر يبني مسجد ما بنيت إلى الحين ليه يستطيع طيب يشتري عشرة مصاحف طيب ما أوقفت عشر مصاحف ليه يستطيع يركب برادة طيب أنت مأخر ليه حبيبنا ليه أنت متأخر يستطيع أن يطلب العلم طيب ما طلبت العلم ليه يستطيع أن يسقي الماء طيب ما سقيت الماء ليه يريد أن يكرم والديه طيب ما أكرمتهم إلى الآن لماذا بكرة إذن يوم القيامة من الحسرات ترى المقدم وتتحسر على ما فرّط وأنا أدعو نفسي وإياكم إياك أن تؤجل إلى الغد لأن ليس كل من ركب السيارة نزل منها أنا ما أخوفكم وليس كل من نام استيقظ صحيح أو لا لا في ناس ناموا في ناس يلعبون كورة رياضي عشرين سنة وجت سكتوه بذخ القوم ما شاء الله ماته يلعب صحة قوة قوته نعم لذلك إياك أن تسوّف لا تدري متى تأتي ساعتك ولا تقوم قيامتك لذلك ما قدم علمت نفس ما قدمت وأخرت أخرت من الأعمال التي كانت تتمنى قالها بعض أهل العلم أيضا علمت نفس ما قدمت وأخرت من أهل العلم قال من معانيها ما قدمت للآخرة وما أخرت من الدنيا وكثير من اللي بنتركه للدنيا يعني يعني كل واحد مننا سيموت يوم يموت وقد أخر شيئا من الدنيا ولا لا سيارتك في الدنيا لن ترحل معك ثيابك زروعك أبنائك بيوتك كل اللي عندك هذا ستؤخر فإذا رحلت إلى الآخرة هذا ما قدمت وما تركت من دنيا وكم واحد بيتحسر على أن يعني الآن نحن قد نترك شزءا كثيرا لأبنائنا لو علمنا لو أول يوم بعد الوفاة والله نتنعي يا ليتنا ما تركنا هذا كله يا شيخ مليون يا أخي كان يكفيهم مئة ألف يا شيخ وفيها برق يا ليتني أخدت المليون معي ويا ليتني أعشتهم عيشة كريمة دون غناء طبعا الأبناء بيزعلون علي ودي كان ولدي معكم كان يسمع الله يهديه فنعم يقول يا ليتني لم أترك هذا وبعضنا والله يرحم أبناءه أكثر من رحمة أبناء به والدليل يترك لهم الدنيا ويتركونه من الصدقة صحيح أنا اللي جاء معها يا حبايبي يا شباب حجة عمرة يا الله يغفر له يا رحمة إن شاء الله في عيد الأضحية نذبح بقرة ونجعل له سبعها يعني بيأخذها حي ميت اسأل الله وواحد أقول له يا أخي تصدق لي أبيك قال يا أخي أبوي راح وقاب الرب كريم بعدين أنا أحب أكثر من نفسه وهو ما تصدق أنا أتصدق يا الله يا شيخ أكتب الوصية أو أكتب الوزع التركة هو بيأكتب أقول وزع التركة لذلك ما قدمت وأخرت لذلك إياك أن تتحسر أول حسرات الموتة ما هي اسمع رب ارجعون لعله أعمل صالحا فيما تركت وفي سورة المنافقين في سورة المنافقين أو المنافقون على الحكاية يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت طيب حضر الموت أول أمنية فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا تريد؟ صلي قال لا قلق علينا صلي فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَا إِذَا جَاء أَجَلُهَا إِذَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ثُمَّ يُنَادِي اللَّهُ الْإِنسَان يَا أَيُّهَا الْإِنسَان وهنا الإنسان هل هو الكافر؟ هل هو العاصي؟ هل هو عموم البشر؟ بعض أهل العلم قال إن النداء في هذه الآية للكافر لأن الله لامه إن لأنه اغتر يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم وبعض أهل العلم وهو الأولى في المعنى أن هذا النداء لكل إنسان مؤمن فاسق فاجر عاصي كافر منافق أي إنسان لكن يتأكد في الذي كفر والذي اغتر وكل واحد مننا عند نسبة غرور غرور إمهال ما الذي غره؟ حتى بعض الأباء ماذا يقول لابنه؟ يعني لأنك اغتريت لأني ما عاقبتك أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة الحليم إذا غضب ماذا يفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله اتقي غضبة الحليم يا أيها الإنسان وهنا نداء للإنسان وقول الله يا أيها الإنسان ليست إهانة إكرام لأن الإنسان ما دام يشعر بإنسانيته فلا بد أن يدله ذلك إلى ربه نحن لسا ديني يقول نحن وخوة في الإنسانية لا هو نحن وخوة في عقيدة لكن الإنسانية تدعوك إلى أن تشكر من جعلك إنسان لأنه سواك ولأنه عدلك كما سنأخذ بعد قليل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي جعلك تغتر وتنسى عقوبته وتنسى أليم بطشه وهذه من الآيات التي ترد على المرجئة المرجئة الذين يقولون ليس مع الإيمان الإيمان في القلب وليس العمل لا يدخل في مسمى الإيمان هذا غير صحيح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في العمل داخل في مسمى الإيمان ولذلك في مدرسة الإرجاء يريدون وهذا اللي يسمون الرجاء الكاذب فيه رجاء صادق وفيه رجاء كاذب الرجاء الصادق هو أن ترجو مع العمل والرجاء الكاذب أن ترجو مع المعصية فإن الإنسان عقلا لا يمكن أن يرجو من إنساء أن يعطيه وهو يعصيه ابني وابنك إذا أراد مني أو منك شيئا فإنه إذا أراد شيئا يسترديني ويستردك لأنه يعلم أن استرضاءنا طريق لعطائنا لله المثل الأعلى كيف تعصيه هذا اغترار ومن الاغترار الذي في بني الإنسان أن الله لا يعاجل من عصاه بمعصيته ما تلاحظ كفار ويبارزون الرحمن الملك الغفار يبارزونه بالمعصية ولا زال يعطيهم ولا زال يطعمهم ولا زال يؤويهم ولا زال يرحمهم يدخل في غرفة يعصي الله ويزني أكرمكم الله في غرفة والله يدخل له الهواء يتنفسه يزني لو كان يريد البطش به بطشه وأخرج الهواء من رئته أو أوقف قلبه من النظر البعض مغرور يعتقد أن الله إذا استمر في إمهاله أن هذا دليل على أن الله يحبه حتى أن بعضهم من الجهل يقول أكثر من الذنب أكثر من الذنب فإنك ستقبل على كريم لأن الله قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال بربك ما قال إلهك ما قال بالله بربك يذكرك أنك يا مغرور أنك تعصيه بنعمه لأنه الرب الخالق المالك فكيف تعصي الله بشيء يملكه عينك يملكه روحك يملكه فلماذا تعصيه بشيء يملكه قال الكريم وهنا وصف الكريم ذكر بعض أهل العلم وقفات عجيبة عند قول الحق واصفا نفسه جل وعلا بأنه كريم وهو يعاتب الإنسان المغرور يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم طيب لماذا ما قال بربك العظيم لماذا ما قال بربك القوي لماذا قال الكريم قال بعض أهل العلم وهو من أجمل المعاني قال حتى يفتح الباب للمغرور لكي يتوب لأن لو قال ربك المنتقم كلنا مغرورين بالروح فيها ينتقم منا سبحانه لكن يبين لك أن عبودية مبناها الرحمة والكرم فلو عدت إليه قبلك قبلك لو عدت إليه قبلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وهذه من أكبر الآيات التي تخوف وتفتح الباب في نفس الباب في نفس الزمان والوقت تفتح الباب إلى الأمل من جديد والرجاء من جديد إذن ربك لازم تحبه لأن صاحب النعم ما غرك لوم لا بد أن تخاف من الكريم الرجاء وهذه أركان العبادة الثلاثة حب وخوف ورجاء حتى يصل الإنسان إلى الله فإنك لن تستطيع أن تصل عن طريق الحب وحده ولا عن طريق الخوف وحده ولا عن طريق الرجاء وحده فلا بد أن تجتمع فيك هذه الطرق هذه الأركان بأكملها إذن قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ثم امتن عليك سبحانه الكريم بدأ يذكر لك بعض خصائص الربوبية والكرم ومظاهرها فيك أنت لا تلتفت من أنت هذا الرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك هذه صفتين يشترك فيها جميع الخلق وواحدها للإنسان خلقك وسواك هذا لكل أحد لكل إنسان حتى البهائم أجلكم الله خلقها فسواها لكنه ما عدلها والعدل هو استقامة البناء البدني البسر ولذلك لا يوجد من المخلوقات شيء يمشي قائما بصلب إلا الإنسان أما ما سواها فتمشي على أربع وبعضها يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إذن هو الذي خلقك يا إنسان يا مغرور ولذلك نقول للمغرور والاغترار سببه ماذا ما هو سبب الاغترار في الحياة الإمهال الشيطان هو ليه ولذلك الغرور منهو وغرَّكم بالله الغرور الشيطان وهو بوابة الغرور لكل أحد ومن غروره أنه يدعوك للتسويف ومن غروره أنه يهون الذنب إذا فعلته ومن غروره أنه يزين المعصية على قبحها الخمر جميل يزيل عقله ويكون جميل أكرمكم الله لا يمكن أن يكون اللواط جميل عياذا بالله لماذا جمّله الشيطان جمّله إذن هو الغرور اتباع خطوات الشيطان هي التي جعلت الإنسان يغتر ولذلك قال الله جل وعلا الذي خلقك فسوّاك فعدلك خلقك أوجدك من العدم على غير شبيه سابق وسوّاك أي سوّى خلقك فكله مستوين هل يوجد يد أطول من يد لا قدم أطول من قدم ما تستطيع المشي الشعر هذا لو خرج هنا وهذا خرج هنا ما استطعت تمشي تصور لو أن المياه اللي في وجهك كم ماء في وجهك قيل أربع مياه ماء مالح وهو ماء العين حتى يحفظ العين وماء لزج في الأنف وهو حلو وريق حلو عذب والشمع اللي في الأذن هذا ما أصله مر ليمنع كل هامة أن تدخل تصور لو تبدلت المياه هذه في وجهك بس والله كان ما تعيش ما تعيش اللي عنده الغدد اللعابية قد نزيلت معاه الماء 24 ساعة وإلا يموت يجف إذن سبحان الذي سواك ثم أنت لو اجتمع مهندس العالم كل المصممين على وجه الأرض اللي يصممون الريبوتات واللي يصممون الديكور واللي يصممون المصانع على أن يوجد لك صورة أجمل مما أنت عليه لن يستطيع لكن من اللي يقول لنا ويقول لنسائنا خاصة وجهك مو بجميل الشيطان ولذلك يروحون العيادات تفتيح ألوان وتكبير شفتين ونفخ خدود وتسمين عيون وتركيب شعور وتلقى ولذلك ما الذي دعاهم هو الشيطان والدليل ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يبون ولذلك يقول والله يا أخي شكل أنفق غلط أعوذ بالله من الشيطان استغفر الله العلي العظيم هذا إنما إنما يتهم الله بعدم إحسان خلقه أليس الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن ولقد كرمنا بني آدم ومن كرمتهم أنه سواهم ولذلك جميعنا خرج إلى الدنيا مختار نوعية شكله الذي هو عليه ولا لونه ولا جنسه ولا جنسيته ولذلك إذا خرجت هذا خلقك انشغل بتعديل أخلاقك وترك عنك خلقك خلقك انتهى يبقى أخلاقك اشتغل فيها وهذه هي التزكية ولذلك الشيطان يجعلنا ننشغل عن الأخلاق وتقويمها وتسويتها بتسوية ما سواه ربي فسواك ثم قال بعد ذلك فعدلك سواك فعدلك وعدلك أي أقام طولك استقامة وهذا من أجمل خلق الله الإنسان لأن الله عدله وفي قراءة سبعية فعدله ثم قال فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هذه من خصائص الربوبية أنه سبحانه في أي صورة أي صورة قيل الصورة أي على أي صورة من أبويك وهذا يأتي علم الوراثة على أي صورة ما شاء ركبك بعضنا يشبه أعمامه بعضنا يشبه أخواله بعضنا لا يشبه أعمامه ولا أخواله وين طالع هذا الجد الرابع ولذلك الصحابي الذي ولد له ابن ابن وكان أسمر فشك في زوجه وأتى لرسول الله يشتكي فقال الحبيب هل لك من إبل قال نعم عندي إبل قال هل فيها من أورق الأورق اللونة ليس بين الأحمر وبين الأسود هل لك أورق قال نعم قال ومن أين أتاه يعني كلها إبلك حمر وهذا خرج أورق من وين قال لعله نزعه عرق يا رسول الله يعني جده الرابع أو الخامس ألف حل اللي مات من عشرين سنة أتى بناقة ها وجد قال لعله نزعه عرق قال لعل ابنك قد نزعه عرق فهذه الصورة التي المراد أن الله ما شاء أركبك عليها ولذلك بعض الناس يطلع من عياله ما شاء الله ولد ما شاء الله أو بنت في أجمل صورة ويخرج آخر ليس في أجمل الصور ولذلك يقول الولد هذا الذي يعني ليه ما جبتوني زي هذا أنتم لماذا أنا أتيت على صورة ليست صورة أختي فلانة ولذلك بعض البنات تقول هذا وتتهم ابوها وأمها أختها تزوجت وهي الصغيرة وهي الكبيرة وما تزوجت هذا قسمة الله فنقول لها هذه الآية في أي صورة ما شاء أركبك هذا هو الخلاق سبحانه وينبغي للإنسان أن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى هذه الصورة الثاني في أي صورة ما شاء أركبك قال بعض أهل العلم معناها احمد الله إذ جعلك على هذه الصورة ولو شاء لك القبح كله لجمعه في صورتك قادر ولا لا قادر أن يركبك على صورة مع أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم أجمل صورة لأن الله جميل ويحب الجمال وكل خلقه جميل ولذلك الجمال في الناس نسبي ما تراه عينك قبحا تراه عين آخر جمال وما تراه أنت جمالا يراه البعض قبحا ولذلك يقول واحد أنت أعمى يوم تتزوج هالمرأة يقول له أبوه مثلا أعمى أنت قال يا أبوي أنا ما قلبي معلق بها لو غابت عني أشعر بي باختلال في عقلي هذه نعم هذه لا إله إلا الله ويسبحون يهللون إنه يرى بعين ليست عينك بعض التجار في السوق يشترون بضائع أنت إذا مررت عليها ماذا تقول في مجنون يشتري هذه قال الناس ما يشترون إلا هذا أنت المجنون مو بهم لأن يصلا ذوق الناس أن يأخذوا هذا أنت ذوقك يخالبهم إذن هذه النوع الثاني أو المعنى الآخر في أي صورة أي من صور القبح ما شاء ركبك لكنه سملك إذن نحمد الله والقول الثالث في أي صورة لأخلاقك ولروحك ما شاء ركبك معناها الصورة الداخلية أن الآية معناها كلنا خلقنا من آدم ولا لا وكلنا نعود إلى آدم جميلنا وغير جميلنا وكلنا كما قال وكلنا أبناء الأنبياء صحيح ولا لا وكل الناس يعودون إلى إلى أصل واحد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إذن ما ليس المراد هنا يقول هذا قول ثالث ليس المراد صورتك الظاهرية إنما الصورة الداخلية وهي أهم واللي ذكرتها وهي أهم ولذلك بعض الناس عندهم رأى جميلة جدا ساحرة بجمالها لكنها مرض قلبه وهمه وغمه وقروح عينيه وبلاؤه ومرضه ولا لا ويسافر ويروح ويطلع يبغى يرتاح والناس يغبطونه على جمالها ماذا يقول الله يرزيك واحدة مثلها عشان تخليك تشوف النجوم في الضحى أين جمال صورتها ما ينفع يا شيخ يقول الله ما ينفع وفلان ليس عنده تلك عنده جمال عذوبة الروح وجمال الروح وتمام العقل وتمام الأخلاق وهذا الذي يتجدد في المرأة جمال الصورة ما يتجدد المرأة غالبا لو تجددت تبقى أنها صورة غير مضفتة لأنها معها من عشرين سنة لكن ما الذي يتجدد في المرأة أو الرجل جمال أخلاقه عذوبة روحه سمو أخلاقه ولذلك الله شاء لبعضنا ولذلك قلت في درس الرزق بعضنا يقول الرزق ما هو قال فلان عنده بيت وأنا ما عنده بيت رزق بيت وأنا لم أرزق يا حبيبنا الرزق ليس في المال أعظم الرزق ما كان في الأخلاق وكما يرزق الله المال يرزق الأخلاق ولذلك من رزق منا صورة حسنة لأخلاقه لا يضره إن كانت صورته الظاهرة ليست جميلة فالجمال جمال الروح والخلق في أي صورة ما شاء ركبك ثم قال الحق كلا وكلا أي ليس الأمر كما تتصور يا مغرور نسف لإعتقادات المغرورين يا أيها الإنسان ما غرك في يا مغرور كلا أنت عندما اغتررت فلم تطع الله سبب ذلك أنك تكذب بالدين كلا بل تكذبون بالدين سبب المعاصي ضعف الإيمان بيوم الحساب الدين يوم يدان الإنسان فيه كلا ليس يا مغرور ولذلك كلا يفيق منها المغرور كلا يا سادرا في غيه كلا يا من يظن أن إمهال الله إهمال الله يمهن لكنه لا يهمل يحلم ولا يعجل لكنه إذا أخذ الظالم لم يفلت كلا بل تكذبون بالدين وهنا معنى ذلك أن أصلا من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر والذي يزن إيقاع تعاملنا مع بعض ويجعلني ما أظلمك ويجعلني أحترمك ويجعلني أكرمك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولذلك دائما تجد الإيمان باليوم الآخر حاضرا في القرآن وفي السنة إذن كلا بل تكذبون بالدين ثم قال وإن عليكم لحافظين من هؤلاء عليكم هنا قال عليكم لماذا ما قال معكم معناها أن أن الذين عليكم يأتون من علوم إنهم الملائكة وعليكم أفضل منكم وأيهما أفضل الملك أم صالح البشر قلتها في درس الملائكة أم صالح البشر صالح البشر وأبوك يقول الملك والقول الراجح من يرجح هذا مسألة خلافية بين أهل العلم طويلة وحتى أُلِّف فيها الصحيح أن صالح البشر أفضل من الملائكة وأن الملائكة في جملتهم أفضل من البشر لكن صالح البشر لأن صالح البشر له إمكانية أن يذنب ولا لا وترك الذنب إلى الطاعة لكن الملك ما له خيار إلا أن يطيع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال وإن عليكم وهذا استعلاء وفوقية يعني يا يا بشر عليكم من المراقبين ملائكة فاستحيوا منهم فقال وإن عليكم لحافظين هل المراد حافظين يحفظونكم أو يحفظون أعمالكم الاثنين والصحيح أن هذه الآية يحفظون أعمالكم لأن الله قال بعدها يعلمون ما تفعلون وفي الآية الأخرى عندما قال ويرسل عليكم حفظة أي يحفظونكم وإنما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي حفظهم لك من أمر الله لهم هذا حفظ لكن هنا في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعني تراهم يسجلون وهذا معناه احذر واستحي منهم وتراهم عليكم يعني هو المدير عليك وهو المسؤول عنك وهو اللي بيكتب عليك ما ينفع فيه واسطة ولا يوجد فيها احذر وإن عليكم لحافظين ثم قال كراما هؤلاء هم الملائكة كراما كاتبين كراما على من يعني هم كرام بأصل خلقتهم فخلقوا من النور وكرام على من أرسلهم من هو المرسل لهم إنه الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هنا يقول كراما أي أن الملائكة كرام فاحذر يا عبد الله أن تهينهم ما رأيكم يا أحبابي في بعضنا يهين الملائكة أم لا أي والله بعضنا يهين الملائكة الحين الذي يأكل ثوما أو بصلا ويصلي وعذيهم هذا ثوم وبصل طيب اللي مطف في الزقارة الله المستعان واللي ناط اللي المعسل هذا أده وعمر طيب اللي حاط صور في البيت طاردهم التماثيل في الصور وتعليقها أما تخرجهم بلى ولذلك إكرامهم وأمر الله أن نكرمهم عندما قال كراما أي كرام على ودائما المرسل أنت لو يرسل واحد يحبك أرسل لك رسولا تكرم رسوله أم لا من إكراميات فضل الله يحييك وقد تعطي هدية مع أن فلان ما جاء بس هذا رسول الغالي ورسول الغالي غال مثله لأنه بعدين بيروح ينقل له الصورة وش يقول والله جيت وأكرمني أو يقول يا شيخ أرسلتني الواحد يا أخي قلي الحياة يا شيخ وأخشى الملائكة أن يشتكون على الله ولذلك قال كراما ثم قال كاتبين لماذا قال كاتبين لأن البشر متعودين في الدنيا على أن أي شيء تبغى تحرجهم به يكتبونه سجل كمبيالات شيكات صحيح؟ عقود وإذا عطيتها الكمبيالة أو الشيك أو العقد سكت أو ما سكت يسكت وهي بينات أو ما هي بينات عند القضاة يا شيخ أنا أطلبه خمسين ألف أبداً يا شيخ أبداً يا شيخ والله ما أذكر هذا الكمبيالة أستغفر الله وأتوب إليه لكن إذا ما وريت هل ورقة الكتاب فلربما جحد نسياناً أو جحداً لكن الله حتى وهو حكيم عليم يكفي أن الله هو أسرع الحاسبين وكفى به شهيداً قالك كاتبين والملك الذي على اليمين وهناك ملك على اليسار أيهما المسؤول عن الثاني أيهما الأمين على الثاني الذي على اليمين هو المسؤول عن اليسار ولذلك الملك الذي على اليمين هو أمين الذي على اليسار وش الدليل أنك إذا أذنبت ذنباً قال لي على اليمين أنظره علّه أن يتوب ولكن لو عملت حسنة على طول تسجل طيب لو هميت بحسنة ما فعلتها سجل حسنة اللهم صلي على محمد ما أعظم العظيم سبحانه كريم وهم كرام رقيب وعتيد قال يعلمون ما تفعلون من ماذا من الفعل والقول والحركات بل وأعمال القلوب الأعمال الظائرة معلوم أنهم يرونها لكن حتى أعمال القلوب نعم مثل الحسد عمل قلبي ولا لا وأعمال القلوب تقود أعمال الجنة أنا لو أضرب واحد الآن أضربه لأني حاقد عليه ولا لا طيب الحقد هذا مرض قلبي عمل قلبي إذن هم يسجلون حقدك كبرك حسدك بغضك وهكذا عياذا بالله وهذا مما أخبرهم وأعلمهم الله به ثم قال بعد ذلك ليقسم أحوال الناس يوم القيامة إن الأبرار لفي نعيم الأبرار الفاعلين للبر أهل الجنان لفي نعيم في أي مكان هم في النعيم في الجنة أم في القبر أم في الدنيا أم فيها جميعا الجواب رقم با أو دال أقصد دال الخيار الرابع فيها جميعا كما قال ابن تيمية هم نعيمهم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في المحشر ونعيم في الجنة نسأل الله الكريم من فضله ولذلك بعضهم يقول يا شيخ الدين هذا أنا الحمد لله صابر يعتقد بأن في الدنيا ما في نعيم يا حبيبنا أنت اللي في النعيم يعني بعضهم يعني النعيم يشرب خمرة وينعم وأن تشرب زمزم وتشقى كيف هذا يا حبيب ما تجتمع هذه اللي أمرك بشرب الحلال سينعمك وسيطعمك ويعطيك السعادة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار والفجار يدخل فيه أهل الكفر أهل الزندقة أهل المعاصي أهل الكبائر لفي جحيم والجحيم كما قلنا جحيماً في الدنيا الهم والضيق وفي الدنيا وفي الآخرة وفي القبر عياذاً بالله يعرضون عليها غدواً وعشية سالله العافية في قفورهم ثم قال يصلونها يوم الدين يعني عذاب أهل الفجور في الدنيا عذاب وفي القبر عذاب لكن كمال العذاب وهو أن يصلوا أنتم رأيتم ذبيحةً تصل على النار تقلب على جمر النار يقول جديٌ مصلي يعني عياذاً بالله يقلب على النار هذا التقليب الأخير في جمر جهنم لكن كان في جحيم في الدنيا وفي جحيم في القبر ولأن القبر ليس صلياً لأن الله سيأمر النار أن يفتح نافذة من النار يأتيه من حرها وسعيرها وسمومها فإذا وصل إلى الآخرة كانت يصل النار عياذاً بالله الحامية يصلونها يوم الدين يعني يوم القيامة وما هم عنها بغائبين يعني ليسوا بمزحزحين ولا يفتّر عنهم وهم فيها مبلسون الغياب في الدنيا غاب من الدوام غاب من جلسة الخير والذكر لكن في النار ليس هناك غياب وليس هناك إجازة ولذلك عندما نادى أهل النار أهل الجنة يبيون خفف عنا يوماً من العذاب عياذاً بالله لا يفتّر عنهم وما هم عنها بغائبين أي لا إجازة لهم ولا تأجيل عنهم وما هم عنها بمخرجين عياذاً بالله أبد الآباد إن كانوا من أهل الخلود في النار إذا كانوا من أهل الخلود في النار ثم قال الله جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين ثم أكد هذا المعنى قال ثم ما أدراك ما يوم الدين وهذا ردٌ هذا التكرار للتأكيد في القرآن لمعنى جديد تأكيد وما أدراك هل تعلم أنت ما يوم الدين وكأن القرآن يرد على من كان قد تهول من السماء إذا انفطرت ومن الكواكب إذا انتترت ومن البحار إذا فجرت ومن القبور إذا بعثرت نقول يوم الدين أعظم وما أدراك ما يوم الدين هل تعلم ما الذي سيجري يوم الدين باختصار إنه يوم قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والإنسان وكل واحد مننا إذا أتتك كربة في الدنيا غالبا تقول من اللي بيفكها من الربع من اللي بيسلفني من اللي بيتوسط لي من اللي بيطلعني من هالزنقة من أستشير من أستشير لو كان منه بفزعة أستشير من في هذه القضية يلتفت بعضنا إلى بعض أحياناً ويريد أن يعينه الخلق أحياناً الله جل وعلا يخبرك أنه لا ينجو في ذاك اليوم أحد مهما كان قدره إلا من من لم يكن مغرور ذاك الذي يأتي بعمل صالح ذاك الذي ثقلت موازينه ذاك الذي يأتي وكانت الدول آخرة ويوم الدين بين عينيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً حتى الأنبياء حتى الأنبياء ما هو نداء الأنبياء؟ نفسي 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 من الذي يشفع الشفاعة العظمى؟ محمد صلى الله عليه وسلم هل يشفع أحد؟ نعم تشفع الملائكة يشفع الصالحون يشفع الصديقون يشفع الأنبياء لكن الشفاعة الكبرى والعظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم لكن لن يشفع يوم القيامة إلا لمن ارتضى إلا لمن أذن له اللي يأذن الله له وحتى تكون من أهل الشفاعة لا بد أن تكون مقيماً على الطاعة ولذلك من أكثر الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى الناس به يوم القيامة أن يشفع لهم أكثرنا صلاة عليه من الذي يشفع لهم يوم القيامة؟ الذي يسأل الله المنزلة التي لا تنبغي يوم القيامة إلا لرجل واحد من الخلائق كلهم إنها الوسيلة التي لا يمكن أن تكون إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد الأذان نسأل الله لرسولنا الوسيلة المنزلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة ومن كان يسأل الحبيب لها أو يسأل الله للحبيب هذه المنزلة حلت له الشفاعة قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا من أذين الله ثم بعد ذلك قال والأمر يومئذ لله الأمر لله يومئذ وله الآن طيب لماذا خص الله الأمر كل الأمر له يوم القيامة مع أن له الأمر في الدنيا وفي الآخرة من جاه ابني؟ قال والأمر يومئذ أي يوم القيامة يوم أن زالت الدنيا انفطرت السماء وانكدرت النجوم وانتثرت ويوم أن بعثر ما في القبور الأمر في ذاك اليوم لله وتذكرون في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو يملك يوم الدين هو يملك يوم الدين والدنيا أيضا فلماذا خص هنا يومئذ لله وهناك يوم الدين الملك لماذا؟ قال أهل العلم لأن في الدنيا كل يملك أن تملك سيارة وتملك عمارة وتملك أرض وتملك التصرف في شيء من الدنيا وتملك شركة ولذلك تتوزع في بعض الناس يعتقد أن هذا إذا ملك شيء من الدنيا أنه يستطيع أن يفعل كل شيء هذا أظن المسكين البشر فلان غني أمواله يا أخي بس يعالج من مرض السرطان ما نفعه المال هذا أني أرجقها العافية صحيح؟ وفلان عنده عشر مليار بس ما عنده ولد يا ابن حلال تعطيه عبودي وتأخذ فلوسه قال له عبودي أغلى من ماله كله يعني الماله ناقص هذا الماله ناقص إذن بعضنا يعتقد الملك فيها ناقص في الدنيا الملك في الدنيا ناقص لكن الله يلفت النظر في كتابه لعباده أن يوم القيامة إذا زالت الدنيا بممالكها ومن يملكون فيها البشر من دنيا يبقى الملك يومئذ لله فلا يجيبه أحد بل حتى ملك الموت الذي أمره الله بقض الأرواح يذوق الموت يذوق الموت يموت حتى تبقى الملك العام له سبحانه وهو الملك الخاص والعام له قال والأمر يومئذ لله وش الرسالة لنصل بها بعد هذه الآية إذا كان الأمر يومئذ لله فكن عبدا لله خالصا واحدا وإياك أن تغتر فتقسم قلبك حبا وخوفا ورجاءا لغيره كن واحدا لواحد لأنه يوم القيامة هذا الواحد إذا أتيته وأنت واحدا له في الحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة وكل هذه الأمور كان لك منزلة عند الواحد يومئذ لأن الأمر بيده فقد يقول لعباده خذوا عبدي إلى الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب الله ولا إله إلا الله نفتاح الجنة لربما ترجح يوم القيامة بكل الموازين والأعمال لذلك حقق التوحيد لله ملكا واستحقاقا أن تقول في أول آية الحمد لله هذه اللام للملكية والاختصاص واستحقاق والأمر لله يومئذ أيضا الملك له وحده والله يا أخوان من العار أن يخلقنا وحده ثم نخاف غيره ونرجو غيره ونحب غيره ونتوكل على غيره ونستعين بغيره ثم نقول الوحشة سكنت قلوبنا إنه الغرور أسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر وأن يجعلنا في موقف القيامة من الآمنين وأن يجعل آخر الكلام عند رحيلنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن يقبضنا وقد رضي عنا وأن يختم بالسعادة آجالنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يجعل حق آبائنا وأمهاتنا عليه وأن يجملنا ببرهم يا رب العالمين اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخُذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين اللهم وفِّق قادة العرب والمسلمين لهذاك واجعلهم رحمةً للمؤمنين والمؤمنات اللهم ومن أراد بلادنا وأمننا ورجال أمننا وجنودنا وعلماءنا وأبناءنا ونساءنا بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واختم بالسعادة آجالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر